عدد الحراق التي حصلت في محافظة نينوى من خلال وعداتها الإدارية الـ 31 ومن خلال شعبنا الزراعية المتواجدة على هذه الوعدات الإدارية هي 193 حريق لحد هذه اللحظة أسباب هذه الحراق كثيرة جداً فيها أسباب تتعلق بالإرهاب فيها أسباب تتعلق بالنزاعات العشائرية فيها أسباب إهمال فيها تماس كهربائي فيها يعني موضوع الحاصدات والأخلال الذي يحصل في الحاصدات أسباب كثيرة ومتعددة لكن بالنتيجة هناك مساحات متضررة كثيرة جداً يعني تقدر بحدود لحد الآن وهذه الأرقام تقريبية جداً من الصعوبة جداً أن حقيقة نحصل إلى المساحات بسبب المساحات بعيدة جداً والحرايق مساحات كبيرة تقدر بحدود 65 ألف دونرم لحد الآن طبعاً إحنا من خلال الموصلية الناشد يعني الحكومة المركزية والحكومة المحلية اللي معالجت موضوع وسائل الإطفاء اللي هي وسائل الدفاع المدني لما لدينا الحقيقة من سيارات إطفاء في محافظة نينوى لا يتناسب إطلاقاً مع المساحات الموجودة في هذه المحافظة حيث خطة مساحة نينوى هذا العام 6 مليون دونم ولدينا بحدود 53 سيارة إطفاء اثنين دمرت قبل أيام بعبوات الناسبة أثناء عمليات إقماد الحرائق فبقى 51 سيارة وهذه 51 أساساً هي ليست ما نينوى كلها ولكن مناقلة أيضاً جايتنا 23 سيارة مناقلة من محافظات الجنوب والوسط فبذلك الخطوة الأولى والمهمة لدعم نينوى من قبل الحكومة المركزية هو يعني حقيقة رفض محافظة نينوى بسيارات الأطفاء من باقي محافظات العراق وخاصة أن محافظات الجنوب والوسط قد أكملت موضوع الحصاد فبالتالي مناقلة سيارات على الأقل لفترة شهر واحد واربعين يوم وممكن بعدين ترجع إلى أماكنها حقيقة الدفاع المدني حقيقة هم رجال أبطال جداً دايطون خسائر أيضاً فإحنا لدينا حدوثة رجال شرطة من أطفال الآن عانين في المستشفيات وقسم من عدوة حالاتهم حرجة دايقومون بواجبهم لكن إمكانياتهم لا ترتقي للمستوى المطلوب دخلنا موضوع الجهد المدني أيضاً الآن الأخوان في بلديات نينوى مشكورين جداً وعلى رأس المستاذ عبدالقادر مدير بلديات نينوى أستزج كل جهدة حقيقةً ما البلدية اللي موجود في الأقضية والنواحي لدعم الحصاد في نينوى وللمساهمة في إطفاء وإخماد الحرائق لوحة تواجدكم في بغداد في وزارة الزراعة ما هي سبب الزيارة؟ طبعاً أولاً زيارتنا هو اللقاء مع السيد معاني وزير الزراعة وإطلاع المعالي على آخر التطورات في محافظة نينوى من خلال الحرائق ومن خلال خطة التسويق وأيضاً لدينا لقاءات أخرى في الوزارة من أجل التواصل المستمر ما بين زراعة نينوى والوزارة لابد أن إشارة حقيقةً إلى موضوع مهم جداً دور القوات المسلحة وقيادة عمليات نينوى بقيادة فرقق 11 و16 و20 وألوية الحشد المتواجدة في كل المناطق في محافظة نينوى دعم كبير جداً وواضح جداً للدفاع المدني والزراعة نينوى حقيقةً يبدون جهود استنائية في إخماد الحرائق وحسب إمكانياتهم كذلك لابد أن أقول أنه محافظة نينوى وعلى رأسي سيد محافظ نينوى متواجد معنا على مدار الساعة وإذا تواجد في مكان الحرائق سيد المحافظ يصل إلى مكان الحرائق الرجل داعم جداً في كل شيء ومتواصل معنا المجلس المحافظة أيضاً اشتركوا في القناة